أسماء المسيح عند الميلاد هذه الأسماء تعبر عن هوية يسوع المسيح تعبر عن عظمة يسوع المسيح تعبر عن طبيعة يسوع عن هويته عن شخصه عن عمله عن صفاته عن كماله تعبر عن المسيح الإنسان الكامل عن المسيح الله الكامل اتحاد كامل بين الطبيعتين اللهوتية والناسوتية في شخص واحد في شخص يسوع المسيح كمان واحدة من الأسباء التي أطلقت على يسوع المسيح في الميلاد مسيح الرب هو الرب وهي الرب أحبائي كلمة لها معنى عظيم جدا أحيانا تطلق الرب على كلمة سيد لكن حتما عندما يتحدث عن يسوع المسيح مش بيتكلم عن مجرد سيادة أو سيد تتكلم عن ربوبية يعني زي الملك يتوج رب مثلا هكذا المسيح هو رب هو ملك هو سيد هو مخلص الرب أحبائي هو اللي اللي منعلن ولائنا لإله وخضوعنا لشخصه ومنتوجه رب على حياتنا وهي الكلمة بتتكرر في صفحات العهدين العهد القديم والعهد الجديد كانت تطلق على المسيح كرب كمعلم كانت تطلق عليه كسيد أيضا لكن كتير مرات أطلقت عليه كرب كصفة لهتية اتميز فيها يسوع المسيح كما نقول عن الله هو الرب يسوع هو الرب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب هو رب لمجد الله الآب ويقول الكتاب المقدس لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس فإذن هذا إعلان إلهي عندما تتوج المسيح ملك ورب على حياتك فهذه واحدة من الأسماء التي أعطيت لشخص الرب يسوع عند الميلاد ترجمة نانسي قنقر شكرا